مساء الخير معكم مهن السام الرائي من قناة ديزاين ايتيوب موضوعنا اليوم رح يكون حل مشكلة موجودة على برنامج الادو بريمير يتواجه كثير من الناس خاصة الناس اللي ممكن تشتغل افكات معينة موجودة داخل الادو بريمير مدى يتمكن الادو بريمير ان يعبر المساحة اللي موجودة به هاي الافكت بالضبط حتى يكمل التصدير او الاكسبورت وينتهي الفيديو بشكل طبيعي فحتى نحل هذا الشي احنا ما يعني ما نكون محتاجين او ما نكون حابين ان نحذف الافكت او المكان اللي بالمشكلة ممكن نريد نكون الفيديو يعني يكتمل بصورة صحيحة بدون حذف اي شيء لهذا اكو حل هو الافضل حتى نسوي هذا الحل نروح نفتح الادو بريمير اكيد انا هسا يعني موجود عندي المشكلة او انا مسوي صانع المشكلة حتى بس ابيينها اليك كيف تظهر اذا هسا انت تروح على فايل اكيد انت ماشر التائم لاين تروح على فايل ممكن تضغط كنترول وام لكن حتى شوفك اروح ايكسبورت ميديا عندك الاكسبورت ما لك ممكن توجيه ام كل شي تمام ماكو مشكلة يعني اروح ايكسورت اكيد الافضل يسوي على الادو بريمير�ر لكن راح نشوفها على الادوي بريمير بصورة سريعة اذا اروح اع ايكسبورت على الادوي بريمير راح يعخذ وقت شوية حتى يسوي اكيد رندر وراح يصال المشكلة وراح يتبين عندك الـ كومبايلينج موفي وراح اشوفك كيف ممكن تحل هاي المشكلة. اوكي اذا تنتبه هسا بين عندنا اللي هو هذا العنوان الرئيسي لكن المشكلة بصراحة هي يعني موجودة بالدقيقة الثانية الثانية عشرين الفريم اه اربعة وتنتهي بنفس الثانية لكن الفريم 13 اوكي فهسا حتى نحلل المشكلة انا ممكن ممكن تاخذ انت يعني اه الكود او تاخذ الوقت الزمني الفعلي هذا اللي هو دقيقتين وعشرين ثانية واربع فريمات ممكن تاخذها وتروح تشوف وين موجود عندك المشكلة وتحذفها بالضبط يعني ممكن بهذا المكان تسوي تخلي دقيقتين ونسيت بصراحة كم اه عشرين ثانية اتوقع اه وتقريبا اربع فريمات ستذكر اذا اضغط انتر راح تبين انه هي المشكلة بهذا المكان اذا اضغط زائد من الكيبورد يعني المشكلة عندي بهذا اللي هو التايتل بتشوف هذا التايتل عندي المشكلة بهذا التايتل يحتاج انه سوي لدليت حتى يكمل لكن ممكن هذا الدليت يعني انا ما استفد منه ليش لان انا عندي كتير من ضمن الفيديو اذا اضغط الاسلاش هنا ده تشوف كل هاي الاشياء اكيد لازم احذفها كلها فهذا ما معقول يعني اه تعيد شغلك من جديد فحل المشكلة بصورة يعني نهائية وافضل حال الها اللي سويه شنو بس خلي احذف الافكت كنترول زائدا دابليو من الكيبورد حتى بس ابقي اللي هو البروجيكت الخاص بالبريمير اللي هسا احنا ده نشتغل عليه اللي هو هذا بالضبط يحتاج انه اسيفة بمكان عندي على الكمبيوتر فاروح على واخذ واخذ واختار مكان راح نسيفه بهذا المكان ممكن نسمي اه بريمير برو او او بريمير بروجيكت اتوقع اوكي هسا تسيف عندنا بمكان معين اروح شا سوي اروح اختار نيو وسوي نيو بروجيكت اوكي ممكن اسمي البروجيكت مالتي ممكن اسمي نفس المشكلة اوكي وممكن ايضا اختار لها نفس الفولدر حتى بس يكون كل شي واضح اوكي وسوي اوكي هسا انا سيفة البروجيكت مالتي بس خلي احولها الى حتى تبين عندك تقريبا فهس اللي علي ان اسوي اروح استدعي البروجيكت اللي احنا سيفنا اضغط ضغطين بهذا المكان واروح اللي هو اوكي اضغط عليه الضغطين وراح تبين عندك هاي القائمة يعني هاي القائمة اهم شي فيها انه انت تختار اول خيار اللي هو امبورت انتاير بروجيكت يعني كل ما يشمل البروجيكت الرئيسي اللي احنا سيفنا اه حتى اه يعني تستدعي للبروجيكت الجديد تضغط اوكي راح يبين عندك بهذا المكان طيب هسا هاي التايم لاين فارغة اللي سويه شنو السيكونس هاي دا تشوف هالسيكونس مجرد ترفعها وتنزلها بالتايم لاين راح يبين عندك التايم لاين بنفس الحجم والقياسات اللي انت كنت مشتغلها لكن اذا تنتبه اما موجودة التفاصيل الموجودة اه قبل اللي هي تايتل وصوت واكثر من صوت وفيديوات وتقطيع وهاي الاشياء راح يبين عندك العمل ككل بهذا الشكل ممكن اضغط شف زائدا زائد من الكيبول حتى تبين او سلاش ايضا بتشوف فهسا اذا اشغل راح يبين عند البروجيكت متكامل بتشوف هسا هذا البروجيكت اروح اختار فايل تختار اكسبورت هنا اكسبورت ميديا وتختار الاعدادات اللي انت تريد تصدر عليها الفيديو مالتك اكيد وتختار مكان للفيديو اه ممكن نختار هذا المكان نفسه كل شي تمام مجرد تسوي اكسبورت راح يظهر عندك الاكسبورت وراح ينتهي الفيديو مالتك بعدين بدون اي مشاكل والافيكات اللي كان فيها مشاكل او توقفات ما راح اه يعني تتوقف عندها مرة ثانية لان انت سويت افضل حال بالنسبة الهاي المشكلة هذا تقريبا كل ما اه يهم هذا الدرس او يخص هذا الدرس اتمنى ان يعني هاي المشكلة تفيد كثير او هذا الحل فيه كثير من الناس اللي تواجههم نفس المشكلة بالنهاية اتمنى لكم كل الخير كان معاكم مهند السام الرائي من قناة ديزاين تيوب مع السلامة